أسماء كبيرة جدا يعني كاروشة بواليا وروجي ميلة وجوجوية وتسأل حقيقة ليه الكورة الأفريقية يعني ما بتتقدمش يعني شفت دلاتي مجموعة من أهم الأسماء على مستوى العالم وما زالت الأجيال تتوالى يعني أنت النهاردة صلاح مبارح كان بينافسه عن التكلم طبعا على ده بس ومش عايز الناس تزعل يعني مش عايز المصريين يبقوا طبعا نفسنا كان صلاح يفوز بالجائزة لكن أنا قلت مبارح أنه المنطقي بصراحة والأعرب ليها ليفندفسكي عامل موسمين والأروة وكان مش بس يستحق ده بس لكن كمان كان يستحق البالوندور لكن الكوسة ودتها لليوميسي على كل أحوال أنا شايف أن فرص صلاح الأفضل في العالم سواء كنت بتكلم بقى على ده بس أو البالوندور هتبقى السنة اللي جاية أعتقد أنه لو عمل أو استمر على نفس المستوى والمردود اللي بيقدمه صلاح ولو نجح فإنه يعمل حاجة مع منتخب مصر نتمنى طبعا في أمم أفريقيا أو في كاس العالم بس يعني على الأقل يخدنا ويوصل بينا كاس عالم أعتقد فرص صلاح هتبقى كبيرة جدا السنة الجاية على كل أحوال خليني أخدكم وهقف مع جهزة ده بس وأشرح لحضراتكم إيه اللي حصل لكن خليني أتكلم أكتر على مصر والسودان بكرا إن شاء الله وهيكون معي دلاتي من خلال فيديو كونفرنس يباغ فيلود وهو مدرب أجاكسيو الفرنسي وكان قبل كده تولى طبعا تدريب منتخب السوداني الشقيق طبعا ميسيو فيلود بشكرك على وجودك معنا وأهلا بك على شاشة الأهلي شكرا جزيلا للإستقبال أنا عارف أنك أنت متابعة لبطولة الأمم الأفريقية خليني أسألك بس بداية تقييمك لمستوى البطولة وإيه أهم الحاجات الإيجابية اللي شفتها أو تبعتها في النسخة الكاميرون 20-22 أعتقد أن أول ماتش في البطولة الأفريقية كان صعب للمتابعة أو أن نقيمه ولكن أعتقد أن أول مباراة للمنتخب المصري لم أتوقع هذا المستوى للمنتخب المصري ولكن في المباراة التالية كانوا أفضل ولكن المنتخب المصري في البطولة العربية كان مستواهم مستوى عالي وكان هذا واضح ولكن في البطولة الأفريقية لم يصل لنفس المستوى ولكن أتابع أيضا المنتخب السوداني وكان أول ماتش صعب لهم ولكن سيكون أفضل في المباراة القادمة المنتخبين ما زالوا بيحافظوا على فرصهم في التأهل المواجهة الأخيرة بمناسبة كلامك على البطولة العربية كانت انتهت لصالح المنتخب المصري بنتيجة 5-0 هل تتوقع أن السيناريو يمتد أو يستمر في مواجهتهم في بطولة أمم إفريقيا أو تتوقع سيناريو مختلف؟ أعتقد أن لن يختلف كثيرا أن يوجد الكثير من اللاعبين الشباب ولكن يوجد اللاعبون الصغار ولكن لهذا لا أعتقد أن سيكون هناك اختلاف كبير لأن المنتخب المصري يمترك الآن اللاعبين المحترفين وهم على مستوى عالي جدا وفي البطولة الأفريقية مختلفة عن البطولة العربية الجو والملعب ولكن لهذا أعتقد أن المنتخب المصري أقوى من المنتخب السوداني طبيعي بمستوى اللاعبين يهمي أسمع رأيك في الإدارة الفنية لكارلوس كيروش إزاي بتشوف بصمات الراجل مع المنتخب الوطني وإيه هي أهم إيجابياته وأهم سلبياته من وجهة نظرك أعتقد أن في البطولة العربية كيروش أدى مستوى عالي في البطولة العربية وكيروش هو مدرب مشهور في أوروبا كثيرا وكنت متفاجئة أن يدرب منتخب إفريقي هذه كانت مفاجئة بالنسبة لي ولكن أعتقد أن اليوم هو لدي الكثير من الخبرات وأعتقد أن البطولة الإفريقية مهمة جدا للمنتخب المصري لأن المنتخب المصري هو الأكثر تفويقا بها والأهم أعتقد أنه الحصول على بطاقة الصعود الكأس العالم هذا هو الأهم بالمنتخب المصري وطبعا مصر هي دولة كبيرة والأمة الإفريقية للأمة الإفريقية ولهذا أعتقد أنه يجب الصعود لكأس العالم مع كيروش والأداء الجيد أيضا خلال البطولة يمني عرف برضو منك رؤيتك للاختلافات المتوقعة على تشكيلة منتخب السودان وطريقة لعبه في المباراة المنتظرة بكرة على عكس طبعا أو غير المواجهة الأخيرة التي كنت تقود فيها المنتخب السوداني في بطولة العرب سواء من ناحية الأسماء أو من ناحية طريقة اللعب أعتقد سيكون فيه اختلاف لأن فيه لعبين جدد فيه لعبين جدد انضموا للقائمة ولكن المباراة التي لعبها المنتخب السوداني مختلفة بالطبع عن بطولة أفريقيا واللعبين سيؤثروا لأنه ليس الفريق تماما يوجد اختلافات بين الفريق الذي أدى في البطولة العربية والفريق الحالي في بطولة أفريقيا لأن الاختيارات مختلفة تماما وأعتقد أن الاختيار أنه اختلاف كامل ولكن سيكون صعب جدا من وجهة نظرية مع المتخمصة السودان لا يوجد فرصة غير تحيي الفوز على المنتخب الوطني المصري هل تتوقع أن يفكروا أنهم يلعبوا جيم مفتوح يلعبوا جيم هجومي قدام المنتخب الوطني أو تتوقع أن يكون هناك تحفظ من جانب الأشقاء السودانية؟ أعتقد أنهم سيبقوا في منطقة الدفاع وسيدافعون بقوة لأن المنتخب المصري منتخب كبير لديه عديد من الإمكانيات ولهذا أعتقد اللعب في الدفاع واللعب على الحجمة المرتدة سيكون الأفضل للمنتخب السوداني وأكثر حفاظا عن نتيجة من الأسماء التي من وجهة نظرك ممكن تصنع الفارق أمام المنتخب الوطني؟ أسماء اللعبين المنتخب السوداني؟ أعتقد أن هناك يجد لعب يسمى بوكبا ولعب جيد جداً ويلعب في منتصف الميدان ولكن المنتخب المصري لديه الفرصة والأفضلية لأنه لديه محمد صلاح المهاجر وحارس المرمل على مستوى عالي جداً ولهذا أعتقد أن حارس المنتخب السوداني أعتقد أنه أيضاً على مستوى عالي جداً وسيكون عقق أمام المنتخب المصري أمام مهاجم المنتخب المصري على الحارس السوداني ولكن بالطبع الدفاع عالي صلاح صعب جداً رأيك في التحكيم مستوى الحكام الأفارقة في البطولة؟ عفواً لما أسمع جيداً بسألك على مستوى التحكيم أنا عارف أنك تتابع مباريات البطولة مستوى التحكيم في البطولة ومستوى الحكام وخصوصاً من كان لك واقع يمكن أنا عارف وقت تدريب المنتخب السوداني أعتقد كان فيه اعتداء من قبل أحد الحكام الأفارقة عليك بشكل شخصي أعتقد أن المتش المشكلة الكبيرة التي حصلت في مباراة تونس ومالي وهذه كانت مشكلة غريبة لأول مرة تحدث ولكن أعتقد في بقي المباريات المستوى جيد وليس هناك مشاكل ولكن للأسف ما حدث في مباراة تونس ومالي لم يكن بشيء جيد ولكن من وجهة نظري في بقي المباريات الحكام على مستوى عالي وجيد إزاي بتقين تجربتك في العمل في أفريقيا تدريب المنتخب السوداني وهل من الممكن أنك تكررها مرة تانية؟ أعتقد أنها كانت تجربة جيدة بالنسبة لي أنا وصلت للسودان من وقت ليس كبير وعملت كثيراً واستطعنا أن نفوز وأن نصعد للبطول الإفريقية ولهذا أعتقد أنها كانت تجربة جيدة ولكن غناء كانت تجربة جيدة لي وسأكون دائماً أنها مختلفة وكانت فائدة لي ولكن الشيء السيء أنها انتهت في وقت قليل ولكن كان وقت جيد لي وكان شيء إيجابي بالنسبة لي أعتقد في تدريب المنتخب السوداني في هذه المهمة وقيادة المنتخب في البطولة العربية يباغ فيلود المدرب أجاكسيو الفرنسي والمديل الفني السابق لمنتخب السودان أشكرك شكراً جزيلاً على وجودك معنا في السادسة فقارتنا لسا مستمرة مع حضراتكم اسمحوا لنروح الفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل مرة تانية في السادسة